اشتركوا في القناة فقد اقتضت حكمة الشارع الحكيم أن يظل هذا التشريع مراعيا لتلك المصالح بمراعاة أحوال المكلف لما يتميز به من مقومات الشمول والاستمرار والتجدد التي تمكنه من الإحاطة بما لا يتناهى من الوقاع والأحداث والإشكالات مهما تغيرت الأزمان والأمكنة وأحوال الناس ولا يتأتى هذا إلا باستثمار النصوص واستنباط الأحكام منها وتنزيلها على وقائعها من خلال الاجتهاد ولما كان المكلف وهو المحل الذي تنزل عليه الأحكام فإن المجتهد المفتي مطالب بمعرفة أحواله إلى جانب اجتهاده في فقه النص لذا يتوجب النظر في حال المكلف لتهيئة محل الحكم وقد ثبت في الشريعة تأثر الأحكام بتغير حال المكلف اجتهادا وإفتاء وقضاء والتغير إما أن يقع في حالته البدنية أو النفسية أو الروحية أو الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما يرمي إليه إمام المقاصد رحمه الله في كتابه الموافقات حيث قال وهذا لا يحد حدا لما هو جار على الطبيعة البشرية من الطوارئ القدرية والتي لا يحصرها إحصاء وعد لما ثبت أن الشريعة عامة في جميع المكلفين وجارية على مختلفات أحوالهم وإليك عزيز المستمع هذه الأحوال أولا الحالة البدنية الجانب البدني في المكلف معتبر في امتثال التكاليف الشرعية وهذه قاعدة تبلغ مبلغ التواتر والقطع إذ حفظ النفس من الكليات وحفظ البدن داخل فيها وحفظ الأبدان مقدم على حفظ الأديان إذ لا يتأت حفظ الدين إلا بحفظ البدن وأغلب العبادات البدنية مرهونة بوجود بدن الإنسان صحيحاً معافاً حتى تؤدى على وجهها الأتم والأكمل وكثير من الحقوق كالاستمتاع والقدرة على العمل متعلق ببدن المكلف وعلى هذا الأساس شرع الشارع عبادات سميت بالعبادات البدنية إذ البدن هو مناط أغلب أحكامها فالصلاة مثلاً أروعي فيها حال المكلف البدنية في السفر والحضر والصحة والمرض والصوم كذلك أروعي فيه حال المكلف البدنية الصحة والمرض والإقامة والسفر الحيض النفاس الحمل الرضاع الشيخوخة وسواها كثير وخامس أركان الإسلام تشترط فيه الاستطاعة المالية والقدرة البدنية على أداء المناسك ومن المعاملات في باب الزواج مثلاً ثبت تأثير اختلاف الأحوال البدنية على الأحكام كالعيوب البدنية التي يثبت بها الخيار في الفراق كالأمراض المانعة من تحقيق مقاصد الزواج من الاستمتاع والإنجال وفرق العلماء بين عيوب الرجال كالجب والخصي والعنة والاعتراض والرتق والقرن بالنسبة للنساء فهذه العيوب لاحقة بالبدن تبطل إلزام المكلف بحكم الاستمرار في العلاقة الزوجية لأنها قادحة في مقاصده وكذلك لم يجز الشارع زواج المريض مرضاً مخوفاً بالرغم من أن الزواج مندوب إليه لكن بالنظر إلى حال هذا المكلف لا يؤخذ بهذا الحكم وعليه فالحالة البدنية للمكلف من بين الأحوال التي تختلف الأحكام باختلافها وتتغير الفتاوى بتغيرها وحكم القاضي بموجبها ونظر المجتهد عند اعتبارها ثانياً الحالة النفسية ثبت في الشريعة أن النفس الإنسانية تعتريها أحوال طبيعية تختلف من شخص إلى آخر ومن زمان إلى زمان ومن ظرف إلى ظرف كالهلع والخوف والجزع والاطمئنان والغضب والفرح والترح والحزن والألم فالمجتهد والمفتي ينبغي أن يستحضر هذه الأحوال النفسية قبل تنزيل الحكم في النازلة وفي عصرنا الحاضر كثير من المؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية تعتمد على الدراسات النفسية مع الموارد البشرية بشكل كبير حتى أصبح لكل مؤسسة في شتى المجالات أخصائيون في الأحوال النفسية إليها المرجع في اختيار أي شخص يريد الالتحاق بها والعمل فيها فحري بالمجتهدين والمفتين التنبه لهذا الملحظ عند تنزيل الأحكام على أفعال المكلفين فيما يستجد ويطرأ في واقعهم ومن الأمثلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان وقد قاس العلماء عليه جميع الأحوال النفسية التي تؤثر على مجرى الحكم بين المتخاصمين ومنها أيضا النهي الوارد عن الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين لما لها في ذلك من حالة نفسية مانعة من أداء الصلاة بالخشوع ومن هذا القبيل تعجيل الفطور في رمضان قبل الصلاة ولو بتمرات أو شربة ماء أو مذقة لبن ومنها النهي الوارد عن الإكثار من العبادات خوف الانقطاع لما يعترم نفس من الملل والتعب والعنت وبناء على ما سلف يعتبر هذا الملحظ أساسيا في الاجتهاد والفتوى ومسلكا مساعدا للمجتهد والمفتي في إدراك مقصود الشارع وتنزيل الحكم على وزانه ثالثا الحالة الروحية والدينية فالشريعة في تنزيلها للعديد من التكاليف راعت أحوال المكلفين الدينية والروحية وما مدى التزام المكلف بمقتضيات الدين وشعائره التعبدية فالمكلفون ليسوا على درجة واحدة فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات ويدل على هذه المقامات التربوية والروحية للمكلفين ما يأتي من النماذج ألف اشترطت الشريعة الإسلامية وصف العدالة في كثير من المهام كالشهادات والولايات والقضاء با ميزت الشريعة بين أصناف المكلفين حسب المعيار الديني كتمييزها بين الأعراب والمهاجرين وبين السابقين في الإسلام والمتأخرين جيم لا يستحسن مخاطبة تارك الصلاة بالنوافل كقيام الليل وصلاة الضحى كما لا يستحسن مخاطبة مانع الزكاة بالتطوعات من الصدقات وغيرها دال لم يجز بعض العلماء الأخذ بالرخصة في الصلاة والصوم للمسافر سفر المعصية نظرا لحالته الدينية فإذا كان هذا ليس فيه امتراء في الشريعة فإن المجتهد والمفتي ملزمان أو ملزمان بالنظر في هذه الأحوال قبل إصدار أي حكم على أي مكلف حتى يطبق هذا الحكم مثمرا لمقصده ومصيبا لهدفه رابعا الحالة الاقتصادية للمكلف تعلقت كثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية بالجانب المادي والمالي والاقتصادي عند المكلف لذا وجب النظر في أحوال المكلفين فيها من قبل المجتهدين والمفتين عند تنزيل الأحكام والأمثلة في الأبواب الفقهية المالية لا تعد كثرة منها حال الغناء أو حال الغني والفقير في الزكاة فالمجتهد والمفتي في التطبيق لا مد له من التحقق من الحالة الاقتصادية للمكلف كالتحقق من بلوغ النصاب في مال الغني وثبوت الحاجة والفاقة والفقر عند الفقير والمسكنة عند المسكين وفي الحج ينبغي التثبت من الاستطاعة المالية الاقتصادية للمكلف وهي معتبرة بحال المستطيع وفي الدين يتجه فيه النظر إلى الدائن من حيث الإعصار والإيسار فإن ثبت وتبين على أنه في عسر مالي أو ضائقة اقتصادية حكم له بالنظرة أو الإعفاء والنفقة كذلك على الزوجة تقدر حسب غنى الزوج وفقره أي حالته الاقتصادية فإن تحقق العجز عن الإنفاق فللزوجة أن تفارقه بعد ضرب الأجل ليتضح إعصاره ويمتد النظر في هذا المجال إلى الأحوال الاقتصادية العامة للمجتمع فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر إلى حال المجاعة العامة فلم يحد السارق لما يرى من ضرورة تدع السارق إلى سارقة ما يسد به رمقه وعليه فالحالة الاقتصادية للمكلف من المناطات التي تتغير الأحكام وفقها اجتهادا وقضاء وإفتاء وخلاصة القول فيما سلف ومضى أن المذهب المالكي من أبرز المذاهب المراعية لأحوال المكلفين أصولا وفروعا اجتهادا وإفتاء وقضاء حسب تغير الأزمان والأماكن وأحوال الأشخاص ولعل هذا من أهم العوامل التي جعلت هذا المذهب ينتشر في جميع بقاع العالم ويكتب له البقاء ويكثر أتباعه لأنه لا ينزل الأحكام على الناس من برج عاجل بل ينزل إلى واقعهم ويراعي أحوالهم البدنية والنفسية والروحية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ويراعي أعرافهم وعوائدهم ما لم تتنافى ومقصود الشارع فلله الحمد والمنة بدءا وختاما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى